اشتركوا في القناة مرحب شيخ 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 مه fines هحب شيغ حرور مرحب مرحب شيخ مرحب شيخ مرحب شيخ أندي إلى سورة الناس كذلك هذه الآيات القرآنية تبين لك وتبرهن لك دندنة ما هي الدندنة؟ أي الصوت الذي يطلب القلوب بالقرآن الكريم عندما تجتمع الآيات يقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك أرى الله يأذي بي من يشاء ومن يضل له فما لهم من هذا وفيه كذلك البركة البركة العميمة في القرآن الكريم قال الله سبحانه وتعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب عندما تستمع لكلمة البركة بالقرآن الكريم معنى ذلك أن كل حرف من حروف القرآن نطلب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم فها هنا عندما نستمع للآيات القرآنية نتلزز بالقرآن إذن كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله أقول قولي هذا وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم نحن نقول تغممت نحن نقول تغممت وتدويت هذاك الواحد هذيك والحبر شن نقول له الحبر لا نقوله إحنا إزاز إزاز موش الحبر عجات يختلفوا أي ما نقولش الحبر الحبر هالي العربية نقوله إزاز والولية الولية نقوله تلتاء 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 والراجل نقوله وجيد وجيد بها هي رجل كبير في السن عجوز مثلا شرف شرف لا نقوله أوسار 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 ومثلا نقوله كبير القوم الكبير الشيخ الكبير شيف شيف حنن نقوله أمقار 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 الكبير أمقور أمقور يعني واحد يكون قنبي نقوله أمقور ده هو أمقور يعني كبير ومتيط صغير متيط متses متيط صغير أمقور صغير أمقور يازيد الغم الغم يختلف شوية في النطق لكن يجب نفسها والأكل يقول له تشو أتش والفعل تشو و أسو أشرب أمن ميا أشرب ميا أشرب ميا أشرب ميا لخصي خمان ميا والملح تسنت لكن هناك تخاء مثل الرمل نقوله تملينت تملينت لا نقوله الرمل لا تملين لك تملين والصحراء دفاء دفاء نقوله تمسنة أرد بيسنة لا تمسنة ليس عربية مرة بيسنة الصحراء صحراء